نقول لأهل ليبيا إن العلماء المتخصصين المتمكنين المتميزين في علوم الشريعة في بلادكم قليل إنهم قليل حقا كما وصف الله تعالى أهل الإيمان وقليل ما هم وباللهجة الليبية هم زي المية الشوية فعليكم أن تحرصوا عليهم عليكم أن لا تفرطوا فيهم عليكم أن تدفعوا عنهم السوء ولا تسمحوا بأيدي الإجرام أن تمتد إليهم فذلك وبال وخبال علينا على بلادنا وخراب ودمار وهذا يعطي مؤشرا أيضا لكل الخيرين ولكل أهل العلم ولكل أهل التخصصات سواء كانت تخصصات شرعية وإلا خبراء في أي تخصص آخر في الطب في الهندسة في الاجتماع في السياسة ولكل الخيرين من أهل المال والتجارة ورجال الأعمال يعطيهم مؤشر آخر يقول لهم إن هذه البلدة صارت من القرية الظالم أهلها فيتركونها انفرارا من الظلم ومن أهله وقد رأينا يعني ما حصل لنا من خراب في بلادنا عندما هاجرت العقول وهاجرت الخبرة من بلادنا في عهد القذافي فتصحرت البلاد ولازلنا نعاني من فقدان الخبرة والمؤهلين كل الناس الخيرين والخبراء في الطب وفي الهندسة أن يشتغلون في أمريكا ويشتغلون في بريطانيا وفي ألمانيا بأعداد كبيرة هائلة وبلادنا في أن مسل حاجة إليهم سبب هذا أن بلادنا طردتهم لم تحمهم لم تدفع عنهم السوء فرطت فيهم فلا تفرطوا في علمائكم لا بد أن يتحرك الناس ولا بد أن يثبتوا أنهم حريصون على بلادهم وعلى وطنهم لأن هذا إذا يعني يسري بين الناس وينتشري بين الناس فإن البلد ستدمر وهذا هو الذي يسعي إليه أعداؤكم لا يردن لبلدكم أن تقوم لها قائمة كما يعطي رسالة أخرى لكل مواطن أنه لن يكون أحد لن تكون هناك عائلة لن يكون هناك آباء ولا أمهات ولا زوجات ولا أخوات ولا أقارب في أي لحظة من لحظات أن يأتيهم خبر يفزعهم باختطاف عزيز عليهم أن هذا الرمل إذا استشرى لن يكون أحد بمنأ منه سيعم الجميع حتى الذين الآن يعينون الظلمة ويقفون معهم ويناصرونهم فإنهم لن ينجوا أبدا لقد رأينا ما حدث في بنغازي يعني لم يستثني هذا أحدا لم يستثني عالما ولا طالبا ولا شرطيا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا صحفيا ولا يعني الناس اللي يشتغلون بالصحافة ولا بغيرهم ولا النساء لم يستثني أحد رأيناه في بنغازي كل هذه الشرائح أتى عليها ولنا في القذافي عبرة